بسم الله الرحمن الرحيم موجة الأخبار من قناة السهائل أهلا بكم أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم إحباط هجوم بحرين بزورقين مفخخين تابعا من الشرحوث الإقلابية قبالة ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وقال بيان للتحالف أنه تم إحباط عملية هجوم عدائي وشيك بزورقين مفخخين من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر موضحان أنه تم تدمير الزورقين المسيرين عن بعد قبالة ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية وفي وقت سابق اليوم عن التحالف العربي اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت ميليشيات الحوث الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي سعودية وأوضح بيان صادر عن التحالف السمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بمحاولات السهداف المدنيين والأعيان المدنية مؤكدا اتخاذ التحالف الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات ومسى أمس عن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات باتجاه المناطق الجنوبية السعودية كشف الصحيفة الشرق الأوسط عن مصرع أربعمائة واثنين وسبعين قياديا حوثيا ينتحلون رتبا عسكرية خلال أقل من شهرين غالبيتهم في مأرب وذلك ضمن تسعمائة وستة وخمسين مسلحا اعترفت الميليشيات بمصرعهم خلال الفترة ذاتها ووفق للصحيفة اعترف العاملون في المؤسسة الخاصة بقتل الجماعة الحوثية بصنعاء بأنها دفنت خلال شهر أبريل الماضي جثث أكثر من خمسمائة وثمانية وسبعين مسلحا بينهم ثلاثمائة قيادي ميداني في حين شيعت خلال خمسة وعشرين يوما من شهر مايو جثامين ما يزيد على ثلاثمائة وثمانية وسبعين قتيلا بينهم مائة واثنان وسبعون قيادية وأوضحت التقارير أن أغلب الصرع من عناصر وقيادات الجماعة خلال الفترة المذكورة هم ممن سقطوا في جبهات محافظة مارب قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانية نحياء سكنية في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء مصادر محلية قالت أن ميليشيات الحوثي قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرى الحبج بمديرية الزاهر متسببة بأضرار مادية وحدوث هلع في صفوف النساء والأطفال دانت منظمة رايد سرادار استهداف ميليشيات الحوثي لحيث ساحة مدرسة الخنساء في مركز مديرية التحيطة بطيران مسير وطالبت المنظمة في بيان الفريق الأممي المكلف بمراقبة تنفيذ اتفاق السوكول بالتدخل الجاد لمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الذين يسقطون من حين لآخر نتيجة الخروقات المتكررة وكانت ميليشي الحوثي السدفة الخميسة حيا سكنيا في مديرية التحيطة بطائرة مسيرة ما أدى إلى إصابة أربعة أطفال من أسرة واحدة أكد وزير الخارجية وشؤون المقتربين الدكتور أحمد عواض بن مبارك على أهمية معالجة الجذول السياسية للأزمة اليمنية والتي أنتجت أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب هو أهم خطوة إنسانية سيترتب عليها معالجة جميع القضايا الإنسانية الأخرى جاء ذلك خلال اتصال مرئي مع نائب المدير العام للإدارة العامة لعمليات المساعدات الإنسانية الإيكو في الاتحاد الأوروبي مايكل كوريل ورئيس دائرة المنازعات وشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو وناقش الوزير مع المسؤولين الأوروبيين الوضع الإنساني في اليمن والقضايا التي سيتم بحثها في الاجتماع الثالث لكبال المسؤولين في الدول المنحة حول الأزمة الإنسانية في اليمن والمقارر عقده في يونيو القادم أكد وزير المياه والبيئة المهندس وفيق الشرجبي أن الحكومة تتعامل مع خزان صافر النفطي باعتباره تهديدا بالغ الخطورة لليمن والإقليم والملاحة الدولية جاء ذلك عقب تمرين فني مشترك على الاستجابة لحالات الانسكابات النفطية في الشواطئ أجري في مدينة الغردقة المصرية وأوضح الوزير الشرجبي أن الحكومة تولي التعامل المسبق والاستجابة مع تداعيات الكارثة البيئية والإنسانية الوشيكة أهمية قصوى بالتنسيق مع الدول المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط والهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن انتهى المهجز في أمان الله اشتركوا في القناة